قالت عليهم ماتو نرجس الحلاق تتبرأ من عائلتها في تدوينات صادمة أعلنت الممثلة الجميلة نرجس الحلاق انتهاء العلاقة بينها وبين أفراد عائلتها دون ذكر الأسباب ونشرت الحلاق على حسابها الرسمي عبر خاصية ستوري ثلاثة تدوينات انكشفت من خلالها أنها باتت يتيمة وأن جميع أفراد عائلتها توفوا بالنسبة لها وجاء في التدوينة الأولى من اللي عائلتك يكذبوا يبيعوك دوبهم بالفلوس عرف أن الدنيا سلاة وابقى خير وأكدت الحلاق أن كل ما تقوله صحيح وأنها لم تفتعل ذلك بغرض البس مرسترسلة والله وحياة بناتي فنة ورحمة ما بغياشي بس بغيت غني أعلمكم أي وحدة تلقتني في الزنقة إذا خرجت من هذه المحنة توقفني وتعنقني بالجهد حيث أنا من البارح كنت يتيمة الأب والتي يتيمة الأب والأم والإخوة كلهم متوا بالنسبة لي لا سامحهم الله ولا عفى عنهم وإن لله وإن إليه راجعون فيهم واحد بواحد عفكم عزيوني فيهم باش نبرد حيث العفية شعلة في قلبي وكتبت في تدوينة ثانية يمكن ربي مكتب لي ندخل للجنة عليها من طفولتي وأنا كنت عدد في جهنم لفوق الأرض حدي ورسكم من دمكم كل شي حسبي الله ونعم الوكيل وتبعت في تدوينة أخرى الناس اللي كي سولوني شنوا واقع راما غا نقدر شنعاود ونقول شنو شفت وشنو سمات بودني لغا نخليها بحال هكا كي الله لي الله المهم أنكم أنتم هما السند والعائلة وعائلتي ماتت كلها بدون استدناء فما اليتيمة فلا تقهر أما السائلة فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدد صدق الله العظيم وتفاجأ عدد كبير من متابعي الحلاق من تدويناتها وتساءلوا عن الأسباب التي جعلتها تتخذ هذا القرار وتنهي علاقتها بعائلتها